السلام عليكم مرحبا لمتسبعي قناة الحميدي هذا الفيديو خصوص الحساب المعدة العام أي الجهوي والوطني بما في ذلك نقطة المراقبة المستمرة باش هكت عفوا تحسبوا معدلكم العام بلا متسنة الإدارة إذن بداية غادي نحسب معكم الجهوي ثم الوطني ثم المراقبة المستمرة وفي الأخير غادي نجمع كل شي باش نعطيكم النقطة النهائية اللي غادي تجيبوا في الوطني ديلكم إن شاء الله إذن بالنسبة للمتمدرسين إذن يمثلوا الامتحان الجهوي نسبة 25% أو تمثلوا المراقبة المستمرة نسبة 25% أما الامتحان الوطني الموحد يمثلوا نسبة 50% والمجموعة للتشي كله هو 100% إذن طريقة حساب الجهوي بالنسبة للمسلكين أي مسلك الأداب ومسلك العلوم الإنسانية معدل فرنسية معدل تربيه إسلامية معدل الرياضيات إذن معدل فرنسية هنضربوه في ربعة هتقولوا لي هذة ربعة من جناع هذة ربعة هي المعامل ديال اللغة الفرنسية معدل تربيه إسلامية هنضربوه في جوج ليهو المعامل ديال تربيه إسلامية معدل الرياضيات هنضربوه في واحد ليهو المعامل ديال اللغة ديال الرياضيات المجموع غادي نقسموهم على سبعة اللي غايعطيونا معدال الجهاوي دابا غادي ندوز باش نعطيكم مثلا نموذج مؤيا وغادي نحسبوه يعني كاملين باش شوفو يعني هاد المسائل قدامكم وخا اذا دابا مثلا نفترضو بانه شي واحد جاب مثلا تسعود في اللغة الفرنسية وخا اذا تسعود غادي نضربوها في المعامل ديال هاد المادة اللي هو المعامل الفرنسي هو ربعة وخا شحال غايعطينا غايعطينا 36 خا حق لو على 36 دا هندوز دابا طربيه اسلامية نفترضو مثلا جاب 14 فالتربيه اسلامية إذن 14 غادي نضربوها فاش غادي نضربوها في المعامل لي هو جوج شحال غايعطينا غايعطينا 28 عق لو على 28 سوفي غايعنز ماتلا دابا إلى الريادية نفترضو سيدي جاب عشرها في الريادية 10 سوف نضربها في المعامل اللي هو واحد اللي يعطينا وعشرة سوفي دابة سوف نجمع هذه المجموع ديال هذه الاعداد الكاملة اللي يعطينا دابة إذن ستة وثلاثين ستة وثلاثين زائد ثمانية وعشرين زائد عشرة ما سوف تساوي هي 74 إذن قلنا المجموع شوفوا معي هنا المجموع سوف نقسمه على سبعة سبعة هو العدد الإجمالي ديال المعاملة دابة زائد جوجية ستة زائد واحد هو سبعة دابة سبعة إذن دابة 74 سوف نقسمها على سبعة ماذا سوف تساوي سوف تساوي عشرة فاصلة سبعة وخمسين إذن هذه الطريقة باش نحسبه الجيوي ديالنا إذن نفس الشيء نفس الشيء بالنسبة للشعاب للشعاب العلمية إذن ملاحظة واجب معرفة معاملات المواد خاصكم أن يتعرفوا المعاملات ديال المواد اللي أنتم ما غديدتم تحنوا فيها إذن طريقة حساب معدل المتحان الوطني إذن بعد ما حسبنا المتحان الجهاوي دابة ندوزو إلى حساب معدل الامتحان الوطني بالنسبة لمسلك العلوم الإنسانية إذن معدل الفلسفة سنضربها في ربعة لأنها هي معامل ديال الفلسفة الخاص بمسلك العلوم الإنسانية معدل جغرافية والتاريخ مضربها في ربعة معدل اللغة العربية مضربها في ثلاثة معدل إنجليزية مضربها في ثلاثة المجموع ديال هاد المواد هذا كله غادي نقسموه على عدد المعاملات لغايعطنا المعدل الامتحان الوطني دابة ندوزو عبتاني ندروا هاد العملية حسابية باش هك نتعرفو هاد الأشياء وخا نخلي صفحة نخلي صفحة قدامي هي هادي صفحي هي هادي هنجيب على الحسيبة وخا دابة سيدي هنحسب نحسب نعطيكم غير نموذج ديال المسلك العلوم الإنسانية وخا هاد أولا نعطيكم إذا نفترضوا معايا مثلا بأن سيد جاب في الفلسفة في الفلسفة هادي جاب مثلا عشرة خا إذا عشرة غادي نضربوها في ربعة اللي غا تعطينا ربعين طبعا صفحي مهمة العملية من ديراش أنا نعطيكم غير المجموع أنتم ما حسبوا هاد الأشياء فقط نعطيكم أنا المجموع وغادي نقسموه على عدد المعاملات خا إذا جاب مثلا في الفلسفة كما قلنا عشرة في التاريخ والجغرافية غا يجيب طناعش إذا طناعش غادي نضربوها في ربعة شحل غا تعطينا هي ثمانية وربعين نفترضوا نفترضوا مثلا بأن جاب في اللغة العربية جاب تلتاش إذا تلتاش غادي نضربوها في ثلاثة هي تسعود وثلاتين نفترضوا مثلا بأن إنه جاب في اللغة الإنجليزية جاب 14 إذا 14 غادي نضربوها 14 غادي نضربوها في ثلاثة اللي غا تعطينا 42 وخا دابا غا نجي ونجمعو هاد الشي هذا إذا غا نجمعو 40 اللي هي معدل ديال الفلسفة زائد 48 اللي هو المعدل ديال الجغرافية والتاريخ زائد 39 اللي هو المعدل ديال العربية زائد 42 اللي هو كما قلنا المعدل ديال اللغة الإنجليزية هاتش إش حال غا يساوي لنا غا يساوي لنا 169 إذا 169 غادي نقسموها على 14 شحال غا تساوي لنا غا تساوي لنا تعطينا 12 فاصيلة 07 صافي إذا نتسيد هذا هني أن له نجح في الباكالورية جاب 12 فاصيلة 07 وخا دابا غا ندوز إلى طريقة حساب معدل المتحن الوطني مثلك ديال الأدب إذا معدل الفلسفة مضروف ثلاثة معدل تاريخ والجغرافية مضروف ثلاثة معدل اللغة العربية مضروف فربعة معدل إنجليزية مضروف فربعة إذا كما تعرفون أن الاختلاف اللي كين ما بين مسلك العلوم الإنسانية ومسلك ديال الأدب واختلاف كين في المعاملات هذا شيء لاش صافي إذا كنتم نعلى أنكم تكونوا أني فهمتوا هذه الأشياء هذه دابا غا ندوز إلى الشعاب العلمية إذا طريقة حساب معدل المتحن الوطني مثلك العلوم الإنسانية را ما زال ما زال في الخير غادي نفترض يعني شعال يكون جواب أو الجهاوي في الدخول وعندما نجمعه كل شيء بشيء لان نعطين معدل الحديث في الدخول الآن علوم الفيزيئية ập uton المهتم الرياضيات الث الانجليزية لو الدخول الإنجليزية لو الدخول المجموع على تم قسم racist الحياة والأرض مضروف سبعة معدل الرياضية مضروف سبعة معدل الفيزياء والكيمياء مضروف خمسة معدل الإنجازية مضروف الجوج معدل الفلسفة مضروف الجوج إذن المجموع نقسمه إلى 23 اللي غيرتنا المعدل المتحان الوطني هل فهي؟ هتندز إلى طريقة حساب المعدل العام هل فهي المعدل العام بالنسبة للمسلك العلوم الإنسانية ومسلك الأداب إذن الجهاوي غيرتنا ضربه في واحد اللي يعطينا النسبة لـ 25% الوطني غيرتنا ضربه في الجوج اللي يعطينا النسبة لـ 50% المراقبة المستمرة غيرتنا ضربه في واحد اللي يعطيناه 25% المجموع كي يعمل هو معدل المتحان الوطني هل نعطوه شيء مثال باش نقربوكم باش عارفوا المسائل كيفاش كتتحسب إذن معدل جهاوي وغيرتنا نجيب الألة الحسيبة هاي استرعلكم باش نحسبوها الاشيء هادي هادي هي الصفحة دينا إذن كيفاش غيرتنا مثلا نفترضو على أنها تسيد هذا جاب في الجهاوي جاب 8 إذن الجهاوي جاب 8 غادي نضربوها في واحد إذن عطينا أي 8 8 صفحي نفترضو بأنه جاب في الوطني جاب 10 هذا كسؤل هذا جاب 10 إذن عشرة غادي نضربوها في جوج هي 20 نفترضو بأنه جاب المورة قبل مستمرة 13 إذن 13 غادي نضربوها في واحد هي هي 13 إذن المجموع المجموع هو 41 41 غادي نقسمها على أربعة وخا اللي غا تعطينا 10.25 كمعدال العام ديال الباكالورية اللي هو جاب الباكالورية دياله بمقبول صفحي إذن هي الطريقة اللي بها كنحسبو المعدال العام وخا إذن غير فقط إذن باش نذكركم هذا واحد هذا الجهاوي يعني جناه من 25% إذن 25% كتعطيناها واحد 25% كتعطينا واحد والوطني اللي عليه 50% كتعطينا جوج هات هي العملية كيفاش كتم ده غادي ندوز آآ الأحرار غادي ندوز إلى آآ آآ ندوز الأحرار إذن طريقة حساب المعدال العام بالنسبة لمنترشحين الأحرار إذن نضرب كل كل مادة في معاملها كل مادة نضربها في المعامل ديالها إذن سواء في الجهوي أو الوطني وقسمة المجموع على على عدد المعاملات هنا ملاحظة الطربية البدنية معاملها هو واحد واخر شوفوا معي مثلا هنا عندكم المتحان الجهوي الموحاد عندكم المتحان الوطني الموحاد هنا مثلك بالأداب هنا مثلك العلوم الإنسانية شنو قلنا قلنا ضرب كل مادة في معاملها ده بتصوروا معي أنكم جتوا مثلا في اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية جتوا فيها مثلا ربعتاش تصوروا معي بأنكم جتوا في ريادية عشرة إذن عشرة سنضربها في واحد مثلا جتوا في تربية إسلامية 18 18 سنضربها في جوج التربية البدنية جتوا فيها مثلا 15 إذن 15 سنضربها في واحد وهذا المجموع دي هذا الضرب اللي يعطينا دابها سنقسموه على عدد المعاملات وهي 4 5 6 7 8 إذن هذه المجموع دي لها الأعداد سنقسموه على 8 وغير يعطينا المعدل العام دي الجهوي ونفس الشيء بالنسبة للمتحان الوطني إذن إخوان إلا كان عندكم شي تساؤل خليه لي في التعليق ولا ما فهم شي وحد فيكم شي حاجة إيقول ليا رغاد نزيد إنين شرح وأدرب ولكم المعودين إلى الحلقة